السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الاتدائية بالصف السادس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا الخداع البصري في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي أنست وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي وأتابع الدرس حتى نهايته لأفهمه وأستوعبه جيدا أيضا لدينا إرشادات في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدبات الحادة كالمقص، المشرط، الدبابيس وإذا احتجت لاستخدامها أحسنتم ألجأوا للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت هدايا بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون كذلك ملابسي لا ألطخها بالألوان أبقيها نظيفة أيضا أضع نفايات قصصات الورق في سلة المهملات طاولتي أيضا تبقى نظيفة فلا ألطخها بالألوان أيضا فصلي يبقى نظيف هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية ودرسنا كما أخبرتكم الخداع البصري لدينا هدف عام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم الخداع البصري أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يستخدم الطالب والطالبة المصطرة لعمل خطوط مستقيمة ثانيا أن يرسم الطالب والطالبة أشكالا هندسية ثالثا أن يلون الطالب والطالبة باستخدام ألوان الفلوماستر دعونا نتذكر ما أخذناه في دروسنا السابقة تكلمنا عن الخداع البصري ماذا نعني بالخداع البصري؟ هو نوع من أنواع الفنون قائم على ماذا؟ تمثيل ورسم الأشكال الهندسية إذن سوف نرسم أشكالا هندسية وتلوينها سوف نقوم بتلوينها باستخدام ألوان الفلوماستر لإيجاد أنواع مختلفة من الوهم البصري مثل ماذا؟ مثل الحركة البروز الانتفاخ والعمق إذن سوف نستخدم ونرسم الأشكال الهندسية ونلونها بعد ذلك سوف تحدث لنا نوعا من الوهم البصري مثل الحركة والبروز والانتفاخ والعمق كما نرى في هذه الرسمة أشكال هندسية وخطوط مستقيمة رسمناها ولوناها فأحدثت لنا واهما بصريا كما نرى عمقا وبروزا كما ترون هذا ما نعنيه بالواهم البصري أو الخداع البصري إذن سوف نرسم خطوطا مستقيمة تذكروا معي الخطوط المستقيمة لدينا خط طولي لدينا خط عرضي ولدينا خط طولي وعرضي قمنا بإيصالهم مع بعضهم فشكلنا شكلا جميلا كما تروا خطوط طولية وخطوط عرضية كلها خطوط مستقيمة تعلمنا كيف نستخدم المصطرة لرسم الخطوط المستقيمة إذن نرسم الخطوط المستقيمة بواسطة المصطرة أيضا الأشكال الهندسية الخداع البصري يعتمد على الأشكال الهندسية تذكروا معي الأشكال الهندسية لدينا الشكل الأول ما اسمه؟ أحسنتم مستطيل هذا هو المستطيل شكل هندسي هيا نرى الشكل الثاني ونتعرف عليه تذكروا معي ما هو؟ أحسنتم مثلث لدي مستطيل لدي مثلث لدي ماذا أيضا؟ مربع أحسنتم هو أيضا شكل هندسي مستطيل فمثلث فمربع لدي شكل أخير ما هو؟ رائع إنها الدائرة إنها من الأشكال الهندسية مرة ثانية مستطيل مثلث مربع فدائرة أحسنتم هذه هي الأشكال الهندسية هيا نرسم ونلون تعلمنا في دروسنا السابقة كيف نرسم خطوطا مستقيمة قلنا ماذا نستخدم لرسم الخطوط المستقيمة؟ نستخدم المصطرة نمسك تعلمنا كيف نرسم قلنا نمسك المصطرة بيد والقلم الرصاص بيد أخرى ونبدأ برسم الخطوط المستقيمة بعد ذلك رسمنا الدوائر تعلمنا في رسم الدوائر استخدام الفرجار وقلنا يساعدنا الكبار في استخدام الفرجار تعلمنا كيف نرسم الدوائر باستخدام الفرجار قلنا نتعلم بواسطة ورقة خارجية قبل نبدأ ونرسم على الكراسة أيضا إذا لم يكن لدينا الفرجار نستطيع رسم الدوائل بوسطة الأدوات الموجودة لدينا في المنزل كأس دائري طبق دائري لعبة دائرية أيضا نستطيع أن نستخدم هذا النوع لدي هنا مصطرة يوجد بها أشكال دائرية نستطيع أن نرسم ونستخدم هذه المصطرة اليوم سوف نقوم بالتلوين سوف نستخدم ألوان الفلو مستر وسنستخدم اللون البرتقالي والأصفر في تلوين هذا الشكل الذي قمنا برسمه كما ترون نبدأ بالتلوين تلويننا سوف يكون كما ترون بهذه الطريقة سوف نلون الجزء الأول باللون البرتقالي مع عدى جزء الدائرة نلونه بالأصفر ننتقل هنا كما ترون جزء الثاني بالأصفر مع عدى الدائرة بالبرتقالي بهذه الطريقة إذن نقوم بعكس الألوان نستخدم فقط لونان كما ترون لدي برتقالي وأصفر هيا نبدأ التلوين أحرك كراستي بالطريقة التي تساعدني عن التلوين وأبدأ بالتلوين باللون البرتقالي ألون هذا الجزء باللون البرتقالي وأبتعد عن الدائرة لماذا؟ أو جزء الدائرة لأنني سوف أقوم بتلوينها بأي لون؟ بالأصفر أحسنتم أي نوع ألوان استخدمت؟ رائع ألوان الفلوماستر بهذه الطريقة هنا أولوهن بهذه الطريقة استخدمت التلوين بألوان الفلوماستر سهل وجميل كما ترون رسمت خطوطا مستقيمة بواسطة ألوان الفلوماستر حتى أصل إلى نهاية هذا الجزء الآن بقي لدي جزء الدائرة بأي لون ألونه؟ بالأصفر أحسنتم فقط هذا الجزء الصغير لا أنتقر إلى الجزء الثاني هذا الجزء الصغير سألونه باللون الأصفر كما نرى الآن هذا الجزء ألونه باللون الأصفر لأن الجزء الأول لونناه بالبرتقال بهذه الطريقة حتى أصل إلى تلوين كامل الجزء المستقيم ماذا عن الدائرة أو جزء الدائرة؟ ألونه بالبرتقال كما ترون حتى أصل إلى نهاية تلوين الرسمة كاملة كما ترون أريد أن أصل في النهاية إلى هذا الشكل بهذه الطريقة هكذا قمنا بالتلوين وتعلمنا كيف نرسم الدوائر والخطوط المستقيمة هيا نعود لشاشتنا ماذا لدينا بعد أن رسمنا ولوننا؟ لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادي أو محفز للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتجشيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلمه تعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلمه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته